طيب هل الأكل الصحي اللي احنا بنكله ده بيحتوي على الفيتامينز والسبليمنت اللي احنا محتاجينها؟ ده سؤال انا بسأله يعني بقالي عشر سنين في الطب بحاول اعرف هل الشركات دي بتاعت الفيتامينز دي عاوزة تكسب وخلاص ولا هو فعلا في حاجة للفيتامينز انت لما تشوف الدراسات اللي اتعملت حوالي الموضوع هتلاقي ان بيقولك بص زمان قوي مكانش الانسان محتاج محتاج فيتامينز وسبليمنت بس نتيجة ان طريقة الزراعة تغيرت اوكي وبقى التركيز مش على الكواليتي بقى كوانتيتي اكتر فانت تلاقي النباتات والخضروات وحتى اللحوم والكلام ده الحاجات اللي انا متوقع انها تكون موجودة فيها مش موجودة دي مشكلة رقم واحد ان طرق الزراعة تغيرت فما بقاش نسبة الفيتامينز والمينرالز اللي انا مستنيها موجودة رقم اتنين ان انت احنا انا دايما بقول لعيان حاول تاكل فارموتو تيبل يعني من المزرعة للترابيزة على طول انما المشكلة ان احنا الاكل على ما بيوصل لنا اولا بيطلع من المكان اللي تزرع فيه الاكل ده او الخضروات يتحط في تلاجة وبعد كده يتنقل في عربيات ممكن ياخد اسبوع على ما يجيلك وبعدين مش بيجيلك دايرت هو هيروح يتحط في محل كبير كوسكو ولا سوبر ستور ولا الاماكن دي ويتخزن فيها في تلاجة برضو وبعد كده يتحط على الشلف وبعد كده انت تاخده ايه هتاكله لا برضو هتحطه في تلاجة وبعدين لو ناس زاكي شوية يقولك هحطه في الفريزر فترة عشان انا محتاجة لقيه شايف الفترة الطويلة دي بتقلل القيمة الغذائية في الاكل فالفيتامينز والصابر اللي تلانا محتاجها ما بتبقاش موجودة زي زمان الانسان كان زمان يجري لقى الشجرة يأكل منها بيستغض ياخد السمكة يأكلها دلوقتي فاحنا دي حاجة كمان في حاجة كمان ان بزاد في امريكا يعني بتاعة الاكل نفسها تغيرت انتي سبعين في المية من اكل الناس دلوقتي بقى بروسيست فود اللي هو الاكل المصنع وانتي عارفة مكدونالدز والحاجات بقى الموفينز والكراكير للأسف للأسف احنا امريكا نوت هالسي خالص بالزبط انتي لو قرأ انتي امريكا وكندا بس طبعا السمنة في امريكا عالي جدا الاحسائيات بكلها بتقول ان اكتر من سبعين في المية من الناس بيأكلوا بروسيست فود الى ان الناس متوقعة دول العالم التالت ان اكيد امريكا مهتمين بالاكل انما انت تبص في الحياة اللي بيحصل ما هو سبعين في المية بروسيست فود لان المعدل رتم الحياة سريع فهو عاوز يأكل حاجة سريعة وخلاص غير حاجة كمان فانتي ده كل عوامل بتقول ان انا محتاج سبلمنت حاجة تديني زق طيب في حاجات برضو في مجموعة من الناس بيبقى محتاج فيتامينز درجتها اعلى من الناس تانية او نسبتها في الاكل اعلى اديني مثال زي مثلا واحدة حامل احنا عارفين ان الحامل لازم بتمشي على بري نيتل فيتامينز طبا والناس اللي بتقول لا مش همشي بنلاقي الاطفال بيتعرضوا المشاكل لنتيجة ان الامة مش بمشي على بري نيتل فيتامينز ده مثلا الناس اللي فوق الخمسين سنة او ستين سنة بنلاقي الامتصاص عندهم للأكل عامة مش كويس فبيحتاجهم سبلمنت فاحنا الناس مثلا اللي بتشرب سجاير طبعا احنا ياريت نبطة السجاير بس لقوا ان المسلا اللي بيشرب سجاير ده بيبقى عنده نقص في فيتامينز سي فيستحسن ياخد فيتامينز سي اللي بيشرب مثلا كحول يستحسن ما نشربش كحول حتى ما فيش سيف لمت لدلوقتي للشرب يعني يستحسن ما فيش اي كان فينز زماني يقولك اي اشرب اي اه اه جلاس اوف واين كده مهمة للقلب او بتعمل مش عارف ايه الكلام ده تلغى للحديث ان يستحسن مشربش خالص بس لو واحد بيشرب محتاج فيتامين بي وان مسلا لانه ممكن يجيله ديمانشيا يعني حاجة زي الزهاي ماركت فانتي شايفة فيه فيه امثلة كتير لناس بتحتاج فيتامين في سبليمين فملخص الموضوع ان انا هل انا محتاج اه محتاج طب محتاج ايه طول عمري بس مش طول عمرك هو لو انت هتغير الاكل لكله اكل صحي هقولك نقلل الفيتامين وان انت سويتش لاكل صحي دي ممكن تاخد سنة يعني عشان اقولك بطل البروسيست فود دي انت انت فاكرها سهل اه اه الدكتور قال نبطل الاكل المصنع وبلاس الشيبسي والحاجات دي بس انت لو بصيت على اكلك كل يوم هتاخد سنة انا بقولك بقى على ما تغير اكلك وتخليه صحي ياريت فيه في بعض الفيتامينز والسبليمينز اللي لازم ناخدها طب خلينا نتكلم دكتور على اهم من انواع الفيتامين والسبليمينز اللي هي اللي اثبتت فعلا ان تحسن في الصحة النفسية للمريد وحضرتك تقولينا برضو ايه الشركات اللي هي المضمونة اللي احنا لان الابشنز في المهجر سواء في امريكا ولا كندا كثير جدا منحنا منقف محتارين فيتامين دي مليون نوع كل فيتامين انتبقاش عايف ايه الفعال فعلا فخلينا نسمع الاول ونشوف من حقيقة اهم اهم الفيتامينز فعالة في صحة النفسية هو انت بالضبط كده انت لما تروح الصيدلية او بمكان فيتامين ستور انت تلاقيش كمين شركات غير طبعية انت طبعا لازم تنقي شركة سمعتها حلوة انت عشان تعمل ريسيرش اونلاين انت لو هتنقي شركة بتصنع موبايل ولا سيلفون ولا تلفزيون ولا كده هتلاقي سهل توظل ايه انما الفيتامينز صعبة شوية لان انت عاوز حد ناس بتعمل فيتامينز عن طريق حاجات مفهاش مبيدات حشرية عن طريق حاجة ما يكونش فيها نان جي ام او اكيد الناس بتقرأ نان جي ام او دي اللي هي جينيتكلي موديفايد اورجينيزم ان انت بيش عارفة الاكل دلوقتي بقى بيتغيره في جيناته عشان يديني كمية اكتر ويستحمل على الشلف مدة اطول فانت عاوز شركات تديك حاجات من الاخر كده ما تلعبش فيها يعني حاجة زي ما ربنا خلقها فانا شايف ان شركة لو انت عايش في كندا شركة سعرها كويس شركة اسمها ناتشورال فاكتورز ناتشورال فاكتورز اللي هي العوامل الطبيعية دي شركة حلوة في كندا سعرها كويس دايما بقول العيانين اللي عايش في كندا استخدم الشركة دي لو انت في يو اس انا شايف ان شركة زي نيو شابتر دي شركة كويسة او شركة تانية اسمها ميجا فود تانية شركة لو انت عايش في امريكا نيو شابترز دي شركة كويسة وميجا فود دي شركة كويسة إذا أنت عاوز تعرف معلومات أكتر إيه الشركات وليه وإيه الفرق وهو جاب من إيه الكلام ده إنت روح اشتري الفيتامينز من محل أورجانيك فود ستور أو هلسي فود ستور أو فيتامين ستور وتكلم مع الناس اللي هناك بيبقوا عارفين هيقول لك الشركة دي بص أحسن في كذا ودي أقل من كذا السعر هنا في مشكلة الجودة هنا فيها مشكلة بس يعني ملخص الموضوع نيو شابترز في أمريكا وناتشورال فاكتور في كنا طيب نتكلم عن أهم الفيتامينز بقى المفيدة وإن الناس يعني حضرتك لو هتفتح الدوكيمينز عشان يشوفوا الناس معنا ويتابعوا إيه المفروض يجبوا الأيام دي وإيه الجسمنا محتاجوا يعني طيب أنا ممكن أعمل شير تفاضل طبعا تفاضل طبعا تفاضل طبعا